محمد وعال بيته الطيبين الطاهرين الكلام حول المؤلفات البحرانية في النهضة الحسينية شهدت البحرين في كثير من مؤلفات علمائها ومؤلفيها مجموعة من الكتب والدواوين الشعرية أو المجاميع الشعرية التي كانت تصب في النهضة الحسينية وهذا يعكس لنا مدى الارتباط أهل البحرين بالإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه على وجه الخصوص وبسائر الأئمة صلى الله عليه على وجه العموم فالمؤلفات في هذا الجانب مؤلفات كثيرة فمن تلك المؤلفات وهي نوعان النوع الأول ما كان يندرج في خصوص الإمام الحسين صلى الله عليه وما يتعلق بمناقبه وفضائله أو ما يتعلق بخصوص مقتله الشريف صلى الله عليه وسلامه عليه وأيضا ما يتعلق بالدواوين والمجاميع الشعرية التي قيلت في النهضة الحسينية الإمام صلى الله عليه وسلامه عليه كتب فيه الكثير على مختلف اللغات ومختلف الأديان إلا أن أهل البحرين أو علماء البحرين أو مؤلف البحرين امتازوا عن غيرهم في هذه التأليفات وهذا التمييز بحيث جعل البحرين أو مؤلفات البحرين كانت مصدرا ولا تزال لجميع ما ألف ما يؤلفه الآخرون حيث تكون مؤلفات البحرين هي تتصدر المصدرية لجميع ما يؤلف سواء على المستوى الأدبي أو على المستوى الثقافي وكما قلت هناك الكثير من هذه المؤلفات فهناك مؤلفات كما قلنا بعضها عام يعني كتب في الحسين سلام الله عليه وفي سائر الأئمة والقسم الآخر ما كتب في خصوص الحسين والقسم الثالث ما تعلق بالحسين سلام الله عليه من جهة الرثاء وهو المتعلق بالشعر والأدب فالأمر الأول ما كان عاما يعني يخص الحسين وغير الحسين سلام الله عليهم من الأئمة مثل ما قام به المحدث الكبير والعلامة الخبير السيد هاشم التوبلاني حيث ألف مجموعة من الكتب التي تعنى بأهل البيت وبالحسين سلام الله عليه أيضاً فمن تلك الكتب وهو الإنصاف في النص على الأئمة الأشراف عليهم السلام حيث يتطرق في هذا الكتاب بخصوص النص على الإمامة من إمام لآخر إلا أن هذا الأم لا يتعلق بالحسين وحده سلام الله عليه وإنما يشمل سائر الأئمة إلا أنه من النوع الأول هذا أيضاً كتاب بهجة النظر في النص على الأئمة الاثنى عشر أيضاً هذا يصب في هذا الجانب أيضاً ما يتعلق وهو أيضاً تأليف السيد هاشم رحمة الله تعالى عليه أيضاً من المؤلفات العامة هو حلية الأبرار في النص على الأئمة الأطهار أيضاً من تأليفات السيد هاشم التوبلاني وهو ينص على الإمام الحسين وعلى سائر الأئمة وكذلك الكتاب الذي ألفه أيضاً السيد هاشم التوبلاني رحمه الله ما يتعلق بمعاجز الأئمة وهو الكتاب المسمى بمدينة المعاجز هذا تقريباً النوع الأول مما يخص الحسين وأيضاً يخص الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أما المؤلفات التي تشمل خصوص الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعني لا يذكر غيره من الأئمة سلام الله عليه أيضاً هناك مؤلفان أو كتابان للسيد هاشم التوبلاني رحمه الله في خصوص الإمام الحسين الكتاب الأول هو مقتل أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وهذا الطبيعي من اسمه واضح حيث يتعلق بما جرى حول مقتل سيد الشهداء سلام الله عليه أما الكتاب الآخر وهو ما يتعلق بما يسمى بالدر النظيظ في خصائص الحسين الشهيد سلام الله عليه هذا فقط يتطرق لخصائص وفضائل الحسين لوحده سلام الله صلوات الله وسلامه عليه أيضاً كتب أخرى ألفت ألفها أيضاً المحدث الكبير الشيخ عبد الله السماهيجي وهو كتاب مصائب الشهداء تطرق فيه لما جرى حول قتل القتل الذين قتلوا مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فأسماه مصائب الشهداء أيضاً كتب أخرى في هذا الجانب وهي كتاب المشهور والمعروف عند أهل البحرين وغيرهم وهو الفوادح الحسينية وهو تفسير العلامة الشيخ حسين آل عصفور الذي تكلم فيه عبر مجالس حول مأتمل حسين صلوات الله وسلامه عليه وحول فادحة وفاجعة سيد الشهداء صلام الله عليه أيضاً من الكتب وهو أضخم ما ألف وهو أضخم موسوعة ألفت في العالم الشيعي وهو كتاب عوالم العلوم والمعارف وهو تأليف الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني تلميذ العلامة المجلسي وهذا الكتاب أضخم من كتاب البحار للعلامة المجلسي وهو في أسلوبه وفي منهجيته يتكلم عن بدء الخلق وما شابه ذلك والعاقل وأمور أخرى ومن ثم يتطرق إلى الأئمة سلام الله عليه فلديه من ضمن هذه الموسوعة الكبيرة كتاب عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يتعلق بكل شؤون سيد الشهداء من ولادته مناقبه فضائله إلى أن ينتهي إلى مقتله الشريف سلام الله عليه أيضا هذا تقريبا أيضا كتاب الشيخ محمد بن سليمان البحراني وهو الجامع في مقتل الحسين ألف كتابا يتعلق واعتبره جامعا لمقتل سيد الشهداء هذا الجانب الثاني أما الجانب الثالث وهو الذي يتعلق بالمشاركات الأدبية التي نهض بها الشعراء وعلماء البحرين رضوان الله تعالى عليهم وما سطره لنا في دواوينهم وفي مجامعهم الشعرية بحيث كما قلنا كانت هذه المجامع وهذه الدواوين هي المصدر لسائر ما ألف على سبيل المثال أدب الطف كان من ضمن مصادره الرئيسية حينما تكلم عن شعراء البحرين كانت هي المجامع الشعرية البحرانية حيث اعتمد في كتابه المتكون من عشرة مجلدات وهو أدب الطف أو شعراء الحسين رجع في مصدريته إلى مجموعة مجموعة لطف الله بن علي الجدحفص البحراني الذي جمع مجموعة من الشعر في رثاء سيد الشهداء فالمجامع كثيرة وكما قلنا تمتاز بهذا الجانب مصدريتها في رثاء سيد الشهداء فعلى سبيل المثال هناك مجامع كثيرة ودواوين أيضا كثيرة ساهم بها شعراء وأودباء البحرين في رثاء الحسين صلى الله عليه وسلم من ضمن تلك الدواوين ديوان الشيخ الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله تعالى عليه وأيضا ديوان الشيخ داود بن شافيز الجدحفصي وأيضا مجموع الشيخ يحيى بن حسن البحراني ومجموع محمد بن لطف الله بن علي الجدحفصي وإلى الكثير من المجامع التي ذكرت بلحاظ ماذا في رثاء سيد الشهداء وحينما ننظر إلى جميع هذه المؤلفات سواء العامة أو كانت الخاصة في سير الشهداء أو المؤلفات التي كانت في الجانب الأدبي نستشف هنا عدة أمور الأمر الأول أنه احتلت المؤلفات البحرانية الصدارة في العالم الشيعي تلاحظ أنت الآن على المستوى الخطابي كتاب رياض المدح والرثاء احتل مكانة كبيرة في عالم الخطابة سواء على مستوى البحرين أو على مستوى غير البحرين أيضا هناك ليس على مستوى الدواوين فقط وإنما في بعض الأوقات على مستوى القصيدة الواحدة الآن قصيدة أحرم الحجاج للعالم الكبير الشيخ حسن الدمستاني هذه تصدرت هذا الجانب وهو جانب الملحمية في قضية سير الشهداء بحيث أصبحت هذه القصيدة بخصوصها أصبحت جامعة ومتصدرة وهي مصدر في خصوص تلك الواقعة وهو ابتداء من خروج الإمام سلام الله عليه إلى مقتله أيضا بعض القصائد البحرانية احتلت مكانة على المستوى الخطابي في العالم الشيعي مثل قصيدة السيد هاشم الصياح الستري رحمه الله وهي المعروفة في يوم الأربعين قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردة رؤوس الآل للحفري هذه القصيدة البحرانية من شاعر وعالم بحراني استطاعت أن تتصدر ماذا تتصدر وتكون هي المسيطرة على ذلك اليوم وهو اليوم المشهود والمشهور وهو يوم الأربعين فإذا المؤلفات البحرانية سواء شعرا أدبا أو ثقافة أو ما يتعلق بالمقتل تصدرت هذا الجانب موقع الصدارة وهذا مما ينبئنا عن ماذا ينبئنا عن مدى الارتباط والتلاؤم والتوافق والانقياد من أهل البحرين إلى مع أهل البيت صلوات الله وسلامه وعليهم أجمعين وأيضا تفاعلهم مع سيد الشهداء ومع قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما نجده جيلا بعد جيل يصب في هذا الجانب في جانب دعم القضية الحسينية ثقافة وأحياء وتفاعلا في جميع جوانب هذه القضية القضية الحسينية حتى على مستوى المواكب الحسينية والعزاء الحسيني تجد أهل البحرين قد تميزوا عن غيرهم في هذا الجانب لضخامة التفاعل لضخامة التفاعل مع قضية سيد الشهداء من جميع أهل البحرين صغارا كبارا علماء نساء صبية وهذا يدل على ماذا على غرس الآباء هذه القضية الحسينية في نفوس أبنائهم وفي نفوس أجيالهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يوفقنا للثبات على ولاية آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يجعلنا مع الحسين في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين